السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعاتنا أو أخبارنا الفلكية عن انتقال المريخ من برج القوس لبرج الجدي يوم الثلاثاء أربعة كانون الثاني يناير طبعا بالنسبة للمريخ معروف عنه هو كوكب صعب مش سهل ويعتبر النحس الأصغر وكوكب الحرب والدمار وكان معروف قديما بأنه بدل دائما على الدماء والنيران والعنف وكل الأمور هاي حديثا صار في دراسة أكبر على هذا المريخ وتاثيراته ومراقبته ومتابعته طبعا المريخ لاحظنا في السنوات الماضية أنه كان كل ما بدخل على برج بيأخذ من صفات هذا البرج وبكون أكبر غضب أو أكبر عنف بكون تابع أو من صفات هذا البرج الآن بما أنه رح ينتقل لبرج الجدي وانتقاله رح يكون يوم الثلاثاء زي ما ذكرنا الساعة 22.57 دقيقة عصرا رح ينتقل ويستقر في برج الجدي ورح يظل موجود في برج الجدي لغاية الساعة 6 وأربع دقائق صباحا من صباح يوم الثلاثاء 13.02 طيب يعني أربعين يوم تقريبا بده يظل موجود في برج الجدي الآن بما أنه رح ينتقل ويدخل على برج الجدي معناته رح يأخذ هو من صفات هذا البرج هذا البرج هو أولا برج ترابي إذن أحداث العنف اللي رح تكون أو اللي رح يكونها انتقاله إلها علاقة بالشيء اللي يتعلق بعنصر المادة الأولى اللي هي التراب معناته رح يكون في أمور إلها علاقة بالزلازل وقوع الأبنية انهيارات مناجم أو أشياء من هذا القبيل يعني إشي إلو علاقة بالتراب وبالأرض وبالأشياء هاي تحديدا حتى العواصف الترابية والأشياء هاي الأمر الثاني إنه رح يدخل على البيت العاشر بالخارطة الفلكية واللي يعتبر بيت السمعة وبيت المسؤولين فإذن رح يشوه سمعة بعض الأشخاص رح يعمل على عملية مواجهات ما بين الأشخاص وما بين المسؤولين هذا أيضا بيت إلو علاقة بعدم مخالفة القوانين إذن هو رح يفضح بعض القوانين أو بعض الأمور اللي تتعلق بالقوانين والأسرار وهو إلى ما لنهاية إذن شهر حافل بالمعلومات والصدمات أيضا طيب عادة لما بيجي بده ينتقل هو من برج لبرج بده تقريبا نقدر نقول من ثلاث أيام لخمس أيام بتبلش تأثيرات العنف هاي تزيد هسا مش يعني انتقالوا لبرج ترابي إذن التغت الصفات الأساسية تحت الكوكب يعني في أمور إلها علاقة بالنيران إلها علاقة بالعنف بالمواجهات إلها علاقة بأي شيء عنيف طبعا هذا الأمر بيكون في الدول المشحونة أو المناطق المشحونة أو اللي فيها مواجهات أو اللي عحافة الإنفجار هي اللي بتكون عرضة لهذا الأمر فبنشوفه في كل العالم ما بدنا نركز على دولة معينة طيب خلينا ندخل نشوف شوي إيش الإيجابيات يا سعيد بكفي يعني أولا هو عادة لأنه كوكب إله علاقة بالطاقة والجراءة والجنس أيضا فهو رح يركز على هاي الأمور أكثر بعطي موليد برج الجدي طاقة عالية جدا بالحركة بالنشاط وأيضا بالطاقة الجنسية عندهم بحبهم للمغامرة شوي عصابيتهم ممكن تظهر على الساحة أكثر بيندفعوا في تصرفاتهم طيب الصفات الأساسية لهذا الكوكب عشان إحنا نقيس على أنفسنا يعني أهم الأشياء اللي ممكن إحنا نستفيد منها الآن أنا في كل حلقة وقعات يومية بذكر إنه الكوكب سعيد أو منتحس قديش نسبة السعادة أو قديش نسبة الانتحاس بالنسبة للمريخ لما يكون سعيد أذكر إنه سعيد معناته في هذا اليوم بعطينا الشجاعة الإقدام حب المنافسة الجراءة الاندفاع الطاقة للعمل والناحية الجنسية أيضا ولكن لما بيكون منتحس بعطينا الجدال والقسوة والتسرع عشان نحكم إنه هل هو رح يكون سعيد ولا منتحس خلال فترة هذا الشهر إجمالا يعني غير التوقعات اليومية لازم نشوف الزوايا الفلكية إيش رح يشكل زوايا خلال فترة هاي الأربعين يوم ونحكم عليها أول زاوية رح يشكلها هي رح تكون يوم الأربعاء عشرة واحد هاي زاوية تسديس إيجابية رح تكون بين المريخ وبين زحل بتمنحنا وضوح كبير في أمورنا بتسمح لنا بالتغلب على العقبات وتجاوزها في أعمالنا ومشاريعنا بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية رح تكون يوم الجمعة 12 واحد وهي زاوية رح تكون تثليث إيجابية بين المريخ وبين المشتري هاي زاوية بتخلق جو من التسامح بحيث أننا بنتسامح مع من أخطأ ويخطئ بحقنا ومن مد يد العن لإلهم كما أنها بتدفعنا للتراجع عن الخطأ تجلبنا سعادة عاطفية كبيرة وبتدخل الإنفعال في علاقاتنا الجنسية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية رح تكون يوم السبت 27 واحد هاي زاوية زاوية اقتران طبعا سلبية بين عطارد وبين المريخ فبيسود شعور بضيق الصدر فما منقبل النقد من ثور بشكل مبالغ فيه في وجه أي شخص ممكن أنه ينتقدنا أو يعطينا ملاحظات بخصوص تصرفاتنا وبتكون ردة الفعل عندنا بكشف عيوبه وأخطاءه تجعلنا عصبيين سريعين الإنفعال والتهيج بتدفعنا للنزاعات والتعقيدات والخصومات في حياتنا الحميمية والمهنية كمانها بتزيد من احتمالية التعرض للجروح أو الحروق في أنشطتنا اليومية طبعا بما أنه عطارد برضو انتبهوا أثناء قيادة السيارات وأثناء الحركة لأنه بتكونوا عرضة يعني أغلب الناس بكونوا عرضة للإصابات أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية ما راح تكون يوم الاثنين تسعة وعشرين واحد هاي الزاوية زاوية تثليث إيجابية بين المريخ وبين أورانوس بنكتسب الشجاعة لاتخاذ قرار حاسم في حياتنا وبتزيد من إصرارنا وشجاعتنا وميلنا للمجازفة والسرعة أما بالنسبة للزاوية الأخيرة وهي زاوية راح تكون يوم الثلاثة ثمانية اثنين هاي الزاوية زاوية تسديث إيجابية راح تكون بين المريخ وبين نبتون بيكون عنا تركيز عالي لدرجة أنه ممكن نكشف أي شخص بيحاول أنه يكذب علينا أو يخدعنا كما أنها بتدفعنا لحب المغامرة أو التحمس لفكرة ما ممكن نحقق إنجازات علمية أو عملية بتدفعنا للإثارة ولكن ممكن أنها تساعدنا على الكفاح من أجل مثل أعلى وهذا وقت مناسب للشعور بالطمانين النفسية والإنجازات العملية الكبرى زي ما لاحظنا إنه أغلب الزاوية راح تكون إيجابية في زاوية سلبية طبعا ما ننسى إنه في خلال التوقعات اليومية في زاوية راح تتشكل مع القمر وهي أيضا بتحدد نسبة السعادة أو النحوسة ولكن أغلب هذا الشهر راح تكون الزاوية إيجابية رغم إنه هو بمكان مش قوي بالنسبة لإله طيب إيش التأثيرات على جميع الأبراج يا سعيد خلينا نشوف بالله مع بعض برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا بتكوا تحاولوا إنكوا تكونوا حذرين خلال هاي الفترة من تأثير كوكب المريخ اللي موجود في بيت السمعة والترقيات لأنه ممكن علاقاتك مع المسؤولين تكون متوترة أو تحتد أو يصير في خلافات ما بينك وبينهم فعشان هيك بدك تبتعد عن المواجهات المباشرة فترة غير مناسبة لطلب الترقيات ما راح تكون بخلال هاي الفترة قاسي في ردات فعلك اتجاه من يحاول التقليل من شأنك حاول إنك تحافظ على هدوءك المعتاد خلال فترة الأربعين يوم وأيضا حاول إنك ما تدخل بمواجهات مع علاقاتك الاجتماعية برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا هنا دخول المريخ راح يكون على البيت التاسع لإلك البيت اللي له علاقة بالسفر والدراسات العليا بالنسبة لإلك يعني عليك الحذر خلال السفر الخارجي من تعطيلات في المعاملات الورقية في المطارات في الحدود ممكن تنسى أوراقك حقيبتك ممكن تتأخر عن الطائرة مثلا أو يصير معك بعض التعطيل حاول إنك تكون حذر في التعامل مع الغرباء أثناء سفرك وبرضو أثناء تعاملاتك اليومية أو في الدخول للأماكن المجهولة على الطلاب اللي بيقدموا دراسات عليا جامعية في هاي الفترة أنهم يركزوا بشكل جيد وما يعتمدوا على الحضود لأنه بصير في عندهم تسرع بتحتاج للكثير من الانضباط والدقة للوصول للنتائج المرجوة اللي بيشتغلوا في مجال الاستيراد والتصدير أيضا بدهم يتأكدوا من الأشخاص اللي بيتعاملوا معهم عشان ما ينتصب عليهم برج الجوزة بالنسبة لموليد برج الجوزة طبعا رح يكون التركيز بمعنى رح يدخل على البيت الثامن للكم معناته بيت اللي له علاقة بالأموال المشتركة الأموال اللي معك شريك فيها شريك مال أو شريك عاطفة أو بنك ضريبة تأمين أيضا بتكون تحذروا من الكفالات بيركز أيضا البيت الثامن على أمور تتعلق بالعقارات أو التركات يعني عليك الحذر والانتباه في كل المعاملات العقارية في البيع والشراء خوفا من النصب والاحتيال أو نقل الملكية أو التعويضات والأموال الموهوبة احذر من المخادعين خلال هاي الفترة وحاول انك ما تدخل في معاملات قضائية فإنها معني ما رح تكون مثل ما بتحب وبرضو في نفس اللحظة لا تدين حد فلوس ولا تقترض من حد فلوس برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا دخول المريخ رح يكون في بيت الشراكة شراكة المالية والشراكة العاطفية فعشان هيك عليك انك تضبط أعصابك وتكون هادئ في علاقاتك العاطفية أو علاقتك مع زوجتك أو مع زوجك حاول انه لو شفت في نوع من أنواع التوتر أو التشنج انك يعني تأخذ على جنبك شوي ما تنفع الكثير عشان ما تكبر المشاكل أكثر ولا تحكم على الأشياء من ظاهرها عليك دائما تفاهم الأسباب وانتبه لا انفعالاتك وكون على طبيعتك المرحة وانتبه أيضا لشركائك في العمل ولا تدخل في أي شراكة جديدة قبل ما تدقق بالتفاصيل وتستشير أهل الاقتصاص برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا هنا بتكونوا حذرين جدا لأنه دخول المريخ رح يكون على بيت الصحة وبيت العمل فعشان هيك بدك تنتبه للأمرين مع بعض وبدك تنتبه أكثر في علاقاتك مع زملائك بالعمل ابتعد عن كل شيء بثير الشبهة أو المواجهة المباشرة مع أي شخص إلو علاقة بالعمل لأنه بعض الخلافات في وجهات النظر ممكن تتطور لخلافات شخصية وتسبب لأنك ممكن تترك عملك أو أنه يعني تكون فيه نتائج غير محمودة وأرضه بدك تنتبه لصحتك لاسيما الجهاز العصبي والعمود الفقري وحاول أنك ما ترفع أوزان ثقيلة عن الأرض برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء طبعا دخول المريخ لبيت الحظ والرغبات وبيت العاطفة بيت الأبناء يعني حاول أنك ما تبالغ كثير في تجربة حظوظك هذا الشهر وحاول أنك ما تدخل في أي مشروع جديد إلا بشكل مدروس وواضح بعيد عن المبالغة وعليك الحذر في علاقاتك مع الشريك العاطفة أو مع الحبيب لأنه ممكن أي انتقاد أو تصرف يعني تزيد المشاكل ما بينكم وأيضا ما تحاول أنك تفرض سلطتك بالقوة على الحبيب يعني حاول أنك تكون مرن جدا وتنتبه لهذه النقطة طبعا الحبيب بالعاطفة والحبيب إن كان أبناء بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا المريخ رح يدخل على البيت الرابع لإلك فهو هنا يعني أي شيء له علاقة بالمنزل أو العائلة هاي أكثر التركيزات أو العقارات حتى العائلة البيتية عشان هيك بدك تكون حذر في التعامل مع أدوات المطبخ وخصوصا الأدوات الحادة وأيضا النيران خصوصا ستات المطبخ أو الرجال اللي بيشتغلوا بالمطاعم مثلا بدهم ينتبهوا من هاي النقطة وفي علاقاتهم مع أبنائهم عليكم ضبط رغباتكم في التمرد على القوانين خلال هاي الفترة لأنه ممكن تواجهوا بعض الاعتراض أو المواجهات اللي ممكن إنها تزعجك اللي بدي يشتري عقار أو بدي يستأجر عقار جديد بدي يتفقد أوراقه ملكيته يتأكد منه كل شيء قانوني عشان ما يكون فيه نوع من أنواع الوش لا إلك برضو بتحمل هاي الفترة قلق على صحة أحد أفراد العائلة برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا هو كوكبك وأيضا هو موجود في البيت الثالث إذن رح نشهد خلال هاي الفترة أو يشهد موليد برج العقرب نشاط جدا أو يكونوا نشطين جدا ونشاط عالي المستوى بالانتقال والتنقل والسفر القريب واللقاءات السريعة اللي ممكن إنها تفرحك ولكن بدك تكون حذر من إنه تكون إنفعاليا أو متوتر في علاقاتك مع إخوتك أو أخواتك أو وسط محيطك لأنه شوي بيكون في عندك عصبية لأي انتقاد أو مواجهة فعشان هيك يبدك تضبط إنفعالاتك قدر الإمكان عليك ضبط نفسك خلال التواصل أو الاتصال مع الآخرين وعلى الطلاب اللي هم بالمرحلة الابتدائية والثانوية إنه هدول يعني حاولوا قدر الإمكان إنهم ما يتسرعوا أثناء الامتحانات أثناء الإجابة وبرضو شوي ما يكون لهم ردات فعل مع المعلمين برج القوس بالنسبة للموليد برج القوس طبعا دخول المريخ لبيت مالك يعني أنت داخل على فترة صحيح إنها بتجيب لك بعض الأرباح اللي بتيجي من عمل إضافية أو مستردات أو هبات يعني فيه أرباح مالية ولكن فورا بدك تحط في بالك إنه فيه كثير من المصاريف إنه هاي الأموال بتطير فورا فعشان هيك بدك تكون حذر جدا وتمسك إيذك مضبوط وتبعد عن المصاريف لزيادة لأنه كثير من الأشياء يعني رح تجيك مصاريف ما بتتوقعها برضو ممكن تجيك من خلال تعويضات أو قروض أو ديون أو مستحقات سابقة يحاول إنك برضو ما تدخل في معاملات مالية هذا الشهر أو مغامرات مالية دون دراستها برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا دخول المريخ على برجكم يعني رح يعطيكوا طاقة عالية جدا وخصوصا الآن الشمس موجودة أيضا بدأت أعياد ميلادكم فهاي طاقة عالية جدا وطاقة كبيرة بالنشاط والحيوية تنشحن بالقوة الكاملة الاندفاعية وهذا الشيء بيجعلك شخص غير مبالي بالصعوبات أو بالعقبات فممكن يصل هذا الأمر لمرحلة التهور إذا ما ضبط انفعالاتك ولكن عليك أيضا الحذر من التسرع في الحكم على الأشياء وإنك تخفف من انفعالك في التعامل مع الآخرين ولا تبالغ في تقدير قوتك الجسدية برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا أنت برضو من الأبراج اللي بدك تكون حذر جدا في خلال الفترة القادمة لأن دخول المريخ على بيت متاعبك يعني عليك الحذر كثير لأنه هسا الشمس موجود في بيت المتاعب وأيضا المريخ في بيت المتاعب فهنا من قلك أنت أكثر واحد دك تكون حذر وخصوصا من الأماكن المجهولة بالنسبة للك ومن التعامل مع أشخاص مشبوهين أو غير موثوقين في أشخاص ممكن يحاولوا التقليل من شأنك أو أنهم يكيدوا لك في الخفاء أو من وراء الكواليس أو يشوه سمعتك بدك تكون حذر ويعرف عدوك من الصديق ولا تبالغ في تضخيم الأمور اللي ما بتستحق ذلك أهم شي برضو يعني انتبهوا لأنه بعض موليد برج الدلو ممكن يلجع أو يظهروا أمام القوانين أو أمام القانون برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا المريخ رح يكون في بيت الأصدقاء يعني عليك الحذر خلال الفترة القادمة الاربعين يوم القادمات من علاقاتك بأصدقائك لأنه ممكن تخسر صديق مقرب أو يخيب أملك أو آمالك بأحدهم أنت يعني بتثق سريعا بالناس ولكن الفترة هاي يعني ممكن أنك تتحسس أو يتسرب لك أمر فتكون مرحلة نهاية علاقة أو صداقة طويلة عليك الحذر ممن يدعون صداقتك خلال هاي الفترة لا سيما من الغرباء وحاول أنك ما تدخل في مواجهات مباشرة مع أي شخص يعني حاول أنك تضبط أعصابك لأنه أيضا لا تنسى أنه الآن اتجاه الشمس والمريخ ودولة باتجاه بيت متاعبك فهي فترة مش مساعدة لأيلك للمواجهات أو حتى للصدامات فأضبط أعصابك حل أمورك بهدوء بدون أي مشاكل تمشي الأمور هيك بنكون انتهينا من توقعاتنا لأذي الحلقة من الأخبار الفلكية والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء